النشر الاقتصادية أهلا بكم ناقشت اللجنة المالية بمجلس النواب برئاسة النائب نمر السلحات موازنات كل من هيئة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة وموازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات التابعة لها للسنة المالية 2024 وقال السلحات إن موازنة هيئة الخدمة المدنية بلغت نحو 65 مليون و 600 ألف دينار وهي ضمن التصنيف الجديد في الموازنة بارتفاع نحو 600 ألف دينار مقارنة بموازنة الدوان للعام الماضي وحول موازنة معهد الإدارة العامة قال السلحات إنها بلغت نحو مليوني دينار بارتفاع 494 ألف دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023 وحول موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات التابعة لها قال السلحات بحضور وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ومديري الدوائر التابعة لها إن الموازنة بلغت نحو 59 مليون و 900 ألف دينار بارتفاع 417 ألف دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023 كما ناقشت اللجنة المالية النيابية في اجتماع آخر برئاسة النائب نمر السلحات موازنة وزارة الإدارة المحلية للعام 2024 إضافة إلى موازنة أمانة عمان الكبرى وأكد سلحات خلال الاجتماع الذي حضر جانبا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبد الرحيم المعايعة ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن موازنة وزارة الإدارة المحلية بلغت نحو 209 مليون دينار بارتفاع نحو 25 مليون ونصف المليون دينار مقارنة بإعادة تقدير 2023 وفيما يتعلق بموازنة أمانة عمان الكبرى والبالغ نحو 488 مليون ومئتي ألف دينار بارتفاع نحو 13 مليون دينار مقارنة في إعادة تقدير 2023 أطلقت وزارة الاستثمار عبر المنصة الإلكترونية استثمر بالأردن ثلاثة مشاريع استثمارية في الغطاء السياحي وتتضمن المشاريع إقامة القرية السياحية بمنطقة صخرة بحكم استثمار متوقع بـ 20 مليون دولار مما سيسمو في تنمية المنطقة وتوفيره فرص عمل جديدة لسكانها وزيادة الدخل للمجتمع المحلي أما المشروع الثاني فيشتمل على إعادة تأهيل واستخدام قرية دير السمادي الجنوب كوجهة سياحية تراثية زراعية متميزة وبحجم استثمار متوقع بـ 4 مليون دولار ويتضمن المشروع الثالث متنزه عجلون الوطني متنزها بيئيا ومواقع للرحلات العائلية والبيئية وأماكن تنزه حرجية ومنطقة مطاعم ومقاه شعبية إضافة إلى غيرها من الخدمات الأساسية وبحجم استثمار متوقع بـ 5 مليون دولار رأت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى افتتاه أعمال المرحلة الأولى من تحديث مرافقها لمؤسسة الحسين الاجتماعية والمنفذة بدعم من جمعية مؤسسة الأميرة تغريد وأكدت بني مصطفى خلال الافتتاح أن مؤسسة الحسين الاجتماعية أنموذج في تقديم الخدمات للأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري وهي المؤسسة الوحيدة التي تستقبل الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري من عمره يوم واحد وأشارت بني مصطفى إلى أهمية الشراكات لتجويد الخدمات المقدمة للأطفال معربة عن اعتزازها بالدعم الكبير المقدم والتبرعات السخية التي تمكن المؤسسة من استمرارية تقديم الخدمات للأطفال وتوفير بيئة مكانية مناسبة لهم ركزت أعمال الصيانة في المرحلة الأولى بصورة أساسية على المرافق الصحية وتحديدا المطبخ الرئيسي للدار وتزويده بأدوات جديدة وأيضا على المرافق الصحية للبيوت بيت المحبة واحد وبيت المحبة اثنين والبراعم وكمان كان فيه تأكيد على موضوع الوسائل التدفئة المناسبة واستبدال الوسائل التقليدية بالمكيفات جديدة في كل الغرف قدرنا والحمد لله بالتعاون مع الـ LDSC Charity أنه إحنا نحاول نطور بعض المواقع بالمؤسسة جوا مثل تأثيس شأتين للعائلات الأطفال هناك اللي بتوسع كل شأة تقريباً 8 إلى 9 أطفال من ناحية كل الخدمات اللي بتوفر في الشأة من أثاث من طبليط من كل شيء إن شاء الله سجلت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم ارتفاعاً وسط توقعات أوبك بنوو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين وتعطوا لبعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد وارتفعت العقود الآجلة لخام برند 28 سنة ليصل سعر البرميل إلى 78 دولاراً و 16 سنة للبرميل في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنة ليصل إلى 72 دولاراً و 90 سنة وإلى عالم المال والأعمال ومن برسة عمان حيث بلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4 مليون و 400 ألف دينار أما عدد الأسهم المتداولة فقارب على 5 مليون و 200 ألف سهم نفذت من خلال 2661 عقداً وعن مستويات الأسعار فقد ارتفع الرقم القياسي العام لإسعار الأسهم الإغلاق هذا اليوم إلى 2467 نقطة بارتفاع نسبته 15% في المئة وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 94 شركة أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها فيما أظهرت 25 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها وإلى المعدن الأصفر حيث خفضت أسعار الذهب عالمياً لتصل إلى 2000 و دولار واحد للأنصة وفيما يلي أسعار الذهب بالدينار الأردني كما هي متداولة في السوق المحلي ونبدأ بعيار 24 حيث وصل عن 48 دينار فاصلة عشرة أما عيار 21 فوصل عند 40 دينار فاصلة 90 وأخيراً عيار 18 وصل عند 36 دينار فاصلة 40 وصلنا إلى نهاية جولتنا الاقتصادية عودة إلى عادل لمتابعته ما تبقى من النشرة ترجمة نانسي قنقر